موسيقى مساء الخير هذه نشرة لأهم الأخبار نقدمها من كافنكا تيفي وهذه أهم عنوينها موسم بعرقية يجوب شوارع طنجة بالعرائس والطبول والدعوات في الخبر الدولي السعودية تعلن دعمها لوكالة الأونروا بمبلغ خمسين مليون دولار وفي الرياضة نكشف عن سر استبعاد سولاري للاعبه إسكو أهلا بكم إلى التفاصيل ترأست الأميرة ليلة مريم بقصر الضيافة بريباط مأدوبة عشاء أقامها الملك محمد السادس على شرف الأميرة أسترد لبلجيكا ممثلة العهل البلجيكية وحضر مأدوبة العشاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة ووزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة نظم مركز ابن بطوطة للدراسة وأبحاث التنمية المحلية مساء أمس الثلاثاء ندوة تهتم بموضوع التدبير المالي لجماعة طنجة وسؤال الحكومة وذلك بعد أسبوع واحد من انطلاق مشروع الميزانية التشاركية التفاصيل مع نوردي الحداد ومحمد المصباح تنفيذا لمشروع الميزانية التشاركية الذي يهدف إلى تدبير تشاركي فعال ومندمج لميزانية الجماعة نظم مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث تنمية محلية ندوة تحت عنوان التدبير المالي لجماعة طنجة وسؤال الحكومة شارك فيها ثلة من الخبراء والباحثين وأصحاب القرار المالي بجماعة طنجة هناك موضوع الحكومة المالية لجماعة الترابية موضوع كبير وعنده رهينية دياله مرتبطة بالتحدي الكبير لجماعة الترابية اللي هو استقلال المالي والإداري كانين معيقات أساسية ديال استقلال المالي والإداري ديالجماعة الترابية اللي نقدرون لخصوها يعني عندها طبيعات مختلفة سياسية إدارية ومالية بطبيعة الحال أن الحكامة المالية هي مطلب أساسي لتدبير المالية الجماعية لكن هناك صغوبات كثيرة يعني كتحول دون تطبيق يعني المعايير الحكامة الجيدة والكاملة أقول على تدبير المالي الجماعة منها أولا هناك نواقص على مستوى الموارد البشرية هذا يؤدي إلى عدم تدقيق وعدم الضبط في الوعاء الجماعي يمكن أن نتكلم في عدم تحديد الاختصاصات بدقة ثم يعود ذلك أيضا إلى عدم وجود هيكلة إدارية نموذجية للمصارح المالية الجماعية في خبر آخر نظم مساء أمس بمدينة طنجة موسم بوعرقية حيث جاب موكب الهدايا الشوارع الرئيسية للمدينة انطلاقا من ساحة الأمم وصولا إلى ضريح الوالي بوعرقية وأجمع المشاركون على أن هدف التنظيم الأول هو هدف ثقافي وتراثي يسعى للحفاظ على هذا الحدث بمدينة البغاز تفاصيل مع انشاء السروخ محمد المصباحي بالنسبة للمشاركة في هذا الموكب في السيد بوعرقية هو ككل سنة يكون في سابع الموليد النبوي تخليدا لذكرى الولي الصالح في السيد بوعرقية والمؤسسة تشاركة كل سنة بالأطر الإدارية والتربوية وبالطلبة في هذا الموكب هذا نظرا لما يكتسيه من أهمية بالنسبة لساكينة طنجة والمغاربة بصفة عامة دوليا قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب 22 آخرون الأربعاء بانفجار تلاه حريق قريب من مصنع للكيمويات شمال الصين بحسب السلطات المحلية وقالت خدمات التواصل في المدينة أن الانفجار الذي وقع قرب مصنع للكيمويات غرب بكين أدى أيضا إلى احتراق نحو 50 شاحنة وأكد بيان رسمي أنه تم نقل الجرح إلى المستشفى بعد الانفجار الذي لم تحدد أسبابه بعد وقالت السلطات الصينية إن أعمال البحث والإنقاذ والتحقيق في أسباب الحادث لا زالت جارية في السعودية أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تعاني من أزمة تمويل وأعلنت السعودية عن تقديم مساعدتها عبر مؤتمر صحفي حضره مفوض عام الأونروا بيار كامبول الذي أعلن الأسبوع الماضي في الأردن أن وكلته خفضت عجز موازنتها لعام 2018 من 446 مليون دولار إلى 21 مليون فقط رغم وقف مساعدات واشنطن في الشقة الرياضية حقق اتحاد طنج انتصارا شاقا في مستهل مشواره بالدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا أمام منافسه إلكتسبورة تشادي بهدف دون رد وتنوب لعبوات حتى تنج على إهدار الفرص السهلة بواسطة الوادي واشنطوف أمام منافس متواضع وهو ما قُبل باحتجاج أنصاره مرة أخرى معناها كانوا دوميناتور من أول مقابلة كانوا تقريب تسعين دقيقة الفرص ما قدرش مش نحسبها في الأخ معناها وقت يتشوف قداش من فرصة ضعت في المقابلة عملوا كل شيء عداوا من الأطراف عداوا في العمقشات وعملوا ليزين دولي حاشنا به بقى ضعت الفرص العديدة والمتعدة نزيد التواصار علينا ضغط كبير معناها ضغط كبير متعلا اللاعبين وهذا ما يساعدش الفريق اللاعبين هذو هم أولادنا معناش حتى واحد البرة معنا حتى واحد البرة ومهوش قاعد يلعب هذا الموجود في الفريق لازمنا نقف معه ونجتهد وقت نجي نشوف في المقابلة قديش الفرص اللي ضعت معناها ما نجمش نحسبها صراحة ما نجمش نحسبها معناها هذا المردود حتى اللاعبين جلزة في ليستي على المردود المتاعهم في غرفة ملابس وهذا شوط ما زال شوطة ثانية مش تكون مقابلة صعبة لكن إن شاء الله مش نترشح إن شاء الله حول الله إلى إسبانيا إذ كشفت إذاعة محلية عن سر استبعاد اللاعب الإسباني إسكو من قائمة فريقه ريال مدريدة والذي أثار جدلا كبيرا في صفوف الناد الملكي وذكرت الإذاعة أن إسكو قلل من احترام المدرب سانتياغو سولاري وفي حصة تدريبية الأسبوع الماضي ما دفع المدرب إلى اتخاذ موقف ضدها وأكدت الإذاعة أن سولاري كان يريد استبعاد إسكو من الصفر إلى روما لكنه تراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة واستحبه إلى إيطاليا ثم استبعده من قائمة الفريق مشاهدين بهذا نصل لختام النشرة للمزيد الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كما كاتوان تيفي كما بإمكانكم تحميل تطبيق كما كاتوان تيفي المتاح حاليا على أنظمة أندرويد وآيو ايو ايس شكرا لكم على حصن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة